احتمال كبير زي ما تعودنا الفترات اللي فاتت بيبقى الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة في المباريات الخارجية وبيدعم اللعيبة وبيبقى وراهم في كل حتة ولكن بيمر الكابتن محمود الخطيب ببعض الظروف استحية اللي قد تمنعه من رئاسة بعثة الفريق في الجزار وممكن يكون الأستاذ العامري فاروق هو رئيس البعثة ولكن لحد التطورات الصحية ما نشوفها لكابتن محمود الخطيب ممكن يبقى كويس ويتمكن من رئاسة البعثة ولكن هو حتى الآن كابتن محمود الخطيب عنده ظروف صحية صعبة قد لا يتمكن من أنه يبقى رئيس البعثة للنادي الأهلي في الجزار ويعيكون الأستاذ عامري فاروق هو رئيس البعثة